نتكلم عن سرعة الطائرات المسيرة اللي انطلقت ممكن أن يعني تصل في عدة ساعات إذا كان سرعتها 250 كيلو متر في الساعة وأيضا البطيء بالموضوع أيضا صواريخ الكروس ميسايل المجنحة هذه أيضا تتأخر يعني حقيقة أيضا تتأخر باستثناء الباليستين يعني الباليستين يصعد في في محرك عامودي يختلق صحيح الجوي ثم ولكن سيتسمت يعني أول موجة من الرد أو الهجوم الإيراني على إسرائيل قامت بإطلاق عشرات من الطائرات المسيرة ثم أتبعتها بصواريخ كروز المجنحة كما تفضلت ولكن كان هناك يعني إعلان بأن الصواريخ المجنحة سوف تسبق هذه الطائرات المسيرة في يعني إصابة أهدافها هل هذه المعلومة صحيحة أم لا شوف طبعا صواريخ المجنحة اسمح لي بس خلي أوضح بهذا الموضوع تفضل الصواريخ المجنحة اللي قزدوها هي اللي تحمل أجنحة اللي تحمل دفات نعم هذه محرك طيرانها يصير بالضبط مثل الطائرة مثل الطائرة الاعتيادية شون الطير بهالأسلوب هذا هذا احنا عايشنا بال واحد تسعين بحرب الكويت وعايشنا بالألفين وثلاثة كانت الكروز والتومهوك الأمريكية كان بطيئة بطيئة نعم قد تصل سرعتها إلى واحد أو واحد واثنين ماخ يعني أسرع من الصوت أقل أو بسرعة الصوت لكن لا المسيرات أقل المسيرات يعني ميتين وخمسين تلاثمين كيلو متر ماكو مسيرات سريعة يعني هي هاي محاركها هي هاي محاركها بطيئة لا تصوروها بهالسرعها والموجودة الإيرانية مو بهالسرعها فيذلك المسيرات راح تتأخر يعني تتأخر وأكيد قسم منها قد يعني يعني يحتاج لها وقود يحتاج لها إصابات بس هي على كتر هي من نوع الانتحاري اللي خلوها الفرق عن الباليستي لصاروخ المجنحان الباليستي هذا الباليستي الباليستي محركة باتجاه السماء يعني يصعد 150 شكرا بشكل عامودي نعم إلى الأعلى يخترق يخترق القلاف الجوي ثم يهبط ويكون قوته التفجيرية أكثر الفرق بين الكروس ميسايل اللي أنتوا ستسمونه مجنح هذا نسبة الدقة بالكروس ميسايل مئة بالمئة لأنه هذا يعني أكثر شي يعتمر على اليزار وتدخل المعلومات بمنظومة بمنظومة سيطرة ملاحية منظومة ملاحية كاملة معوية لا الكروس الباليستي لا تدخل المعلومات على الأرض تدخل المعلومات على الأرض هذاك لا بمنظومة سيطرة ملاحية يسموها أعتقد INS أو يعني عدة منظومات هذا الكروس ميسايل ما كان تمتلكه بالعالم فقط روسيا وأمريكا يعني تقنيته الطيار الآلي ليس من السهول أن يباع أو يشترى لذلك عندما بدأت حرب غزة كثيرا سألت أنه هل من الممكن أن تكون إيران تلكت هذه الصواريخ خاصة بعد ضرب إيلات إذا تتذكر تم ضربها أمر الشراش وإيلات تم ضربها من من اليمن الحوسية المسافة بعيدة حوالي 2000 كيلومتر فمنها المسافة 1600 كيلومتر هذه يعني الكروس ميسايل فقط يوصل لها يعني بهالمسافات وعلى كل يعني هم الإيرانيين تعرف أن تطوروا كثير من صحيح مثل ما احنا كنا نطور قبل 2003 وقبل 1991 أيضا هم طوروا كثير من قواتهم الجيوفضائية هم يسموها الجيوفضائية صحيح والآن هم ترفوا بهذه الضربة صدر بيان من القيادة مالتهم حول هذا الموضوع ويقول فالشيء رح يفرح العالم الضربة لذلك احنا يعني ما عدنا بالوقت لحضر فقط الانتظار لأنه تعرف المسافة يعني أيضا اسرائيل الآن استنفرت كل قواتها واعتياد الكل مستنفرين لكن المشكلة مهنة المشكلة ما بعد هذه الضربة يعني أنت الآن هذه الضربة إذا أوقعت خسائر هنا تبدي المشكلة وهنا السؤال سيد سرمد وتحديدا من الناحية العسكرية يعني عندما يتم إطلاق صواريخ يجب أن تعبر مسافة ما يقارب 2 كيلو متر أو ما يفوق 1600 كيلو متر يعني مدى اعتراضها يعني سوف يكون نسبة كبيرة بغض النظر عن ما هي هذا الصاروخ كروز أم باليستي أم طائرات مستجرة أم غير ذلك من الصواريخ المستخدمة ما رأيك بهذا الطرح ممتاز ممتاز هذا سؤال جدا مهم الآن خلي نفصلها جزء جزء بالنسبة للطائرات المسيرة ليش اعتراضها صعب لماذا يكون اعتراضها صعب إذا استخدموا الإيرانيين الطائرات الخفيفة والسريعة لكن هاي ما توصل لهالمديات تحتاجها طائرات أكبر رح تأتي بالانخفاض واطئ الانخفاض الواطئ ومثل هذه الموجة من الطائرات يعني حتى القبة الحديدية ما رح تشتغل بصورة صحية عليها أشوف مرات قد يكون ارتفاع 30 متر عن سطح الأرض فهذه من الصعوبة الصيادة إذا كانوا الرمية مالتهم بهذا الأسلوب أما إذا كان لا بالأجوى لا أنا أقول لك بأنه يعني يسقطن كلهم سواء من منظومة السيرام أو الباتريوت أو غير شيء فيسقطن بهذا الموضوع لكن إذا انخفاض واطئ لا عبرا أنا أقول لك يعني هذه عن تجربة تكشفها إنت بالرادار لكن كيفية إسقاطها هي هاي المشكلة الباليستي الباليستي ممكن أن سيطرة عليه لأنه من يدخل يدخل من فوق المشكلة بالسرعة يعني ينزل سريع جدا يوصل إلى 6 أو 8 ماغ تعرف يعني 8 أضعاف سرعة الصوت يعني سريع سريع جدا فلذلك من ينزل ينزل مع قوة الجاذبية الأرضية لذلك هما أول ما يدخل بالغلاف الجوي ترز درادارات فرح ممكن أن يوجه إلى ضربات لكن أيضا إذا ينزل بكميات هميا هذه المشكلة الصعوبة الأخرى وين بالكروس ميسايل كروس ميسايل يعني تومه هاوك شبه هما عندهم المرقاب أصور من هذا الشكل هذا ممكن أن سقط بالمضادات الأرضية الطبيعية مثلا ما سقطناها في وقتها بالمضادات الأرضية الكلاسيكية خلي نقول فأما هسا كيف اتطور الموضوع كيف مضاداتهم شون اتطورت إسرائيل وأمريكا لأنت إسرائيل أمريكا يعني زين هسا شوف بدوا يعترضون شوف هذا الخبر عندك سبتايتل يقول بدوا يعترضوها لطائرات المسيرة في شرق سوريا يعني على الحدود واقعيين ولا نتكلم كلام غير منطقي الوضع مشوش ممكن أن يعترضوهم ممكن أن تكون المسيرات كلها مناورة ممكن أن تكون ضربة صاروخية لذلك ننتظر وممكن أن تكون ضربة أساسا يعني متفق عليها هل يمكن أن تكون هذه الصواريخ المطلقة سيد سرمد موجهة هل يمكن اليوم التحكم بهذه الصواريخ بعيدا عن الطائرات المسيرة كما ذكرت في بداية حديثك هي طائرات ربما تكون من نوع الانتحارية ولكن عندما نتحدث عن صواريخ الكروز المجنعة هل يمكن اليوم التحكم بها لا الكروز الكروز مطور أخي مطور يعني ما أقول لك بمنظومات منظومة السيطرة ملاحية ومنظومة الطيار آلي ومنظومة كامل يروح على هدفه يعني تذكر موضوع يعني في وقت ليلة العطار وغيرها 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 هاي الضربات يعني دقيقة جدا مسافات تضرب من هما كانوا أمريكا تضربها من البارجات تضربها من يعني أغلب شيء من المدمرات تضربها أو تضربها من الأرض فلذلك هذا بي منظومة كاملة يعني لكن مو من السهولة أن يتجنب المضادات الأرضية لكن إصابته إذا خلص منها فإصابته دقيقة 100% يعني خلنا نكون واضحين يعني إذا خلص من المضادات الأرضية وما لقى مضادات أرضية أكيد راح يعني الهدف مالته يكون 100% يعني ذكرتلك إحنا سقطناهن بالمعدات يعني بالدوشكة وبالرباعية وبالأحادية سقطا سقطا لأن كانت شوفها يعني مو مفتش يعني شريع أو لا لا هو بطيء هو طيارة يعني طيارة بطيء هذا الطير هاي هاي الاشكالية في هذا الموضوع طيب اسمح لي سيدسر مدنوشك